أطلع حنا ماذي نجي طالع ما أطفونا الله يوفكم بني أسمعكم مسليمان حنا تكلمني مسليمان على الكرم ودنا أتعلق على هذا الموضوع والله يا طبي العمر تكلمت وتكلم الشيخ الله يطول عمره ويحفظكم كلكم لكن أعرج على أمور طلع عمرك طلت في بالي والله سبحان الخلاك الشيخ قال أنت شفت أمور طلع عمرك يعني بعض الأشياء العصفور في راسل الشجرة والدلولة والهداية اللي يهديها الله لأي شيء كان الآن يا طوال عمره في يوم من الأيام يا طوال عمره تشوفوا كدرة الله سبحانه وتعالى والسعي للرزق النمل وهذا شيء شفته تخبر عندنا في الحجاز ويخبر أبو عبد الله يحفظه وأنتم والمشاهدين سوي جيرين ونديس فيه المحاصيل طبعا بعد ما ينتهي الصلام ويشيء لهذا يبقى بقاء يا حب شالت الرياح رمت حبنا نوحات لهذا ذاك اليوم بصدفة يعني ما أدري يعني سبحان الله اللي خلاني ألفة الانتباه ساقية سميها شعيبة ساقية تمر من جنب الجرين ساقية يعني ذي القائد أيها القائد اللي ينزل منها ماء المطر شفت كل مازرعة ترى لها ساقية أو شعيبة يسمونها المالي يجي من الجبل يمشي معهم الشعيبة هذه طبعا تخبر من منطقتنا الجنوبية أنها مرتفعة في الشعيبة هذه مرتفعة صغير ما هو كبير يعني أقل من هذا لكنني وجدت النمل أنها تسوها طريق حتى حفر النمل من قدر ما يروح تشوف لها خط كأنه خط يعني وهي أرادمية أي والله فالنملة هذه سبحان الله النمل يروح كلها لكن لفت انتباهي بقدرة من الله سبحانه وتعالى واحدة من النمل قاعد تتفكر فيها أن يقول إن في خلق السماء أثور أرض واختلاف الليل والنهار لا يأثني من بعدة التفكرة هذه عظيمة والله يا جماعة الخير والله من أحسن يعني ما مر عليه فالنملة هذه تحاول تعمرك معها حبة تمشي بها قدامها هي ما تقدر تشيلها الحبة كبيرة ما تقدر تشيلها لكنها الدفة الدفة وإذا جت تطلع من رأسيك طلعها طاحت الحبة ورجعت رجعت دورت ولحقتها وحاولت فيها أطول عمرك حسبت لها مرة دفها ومرة تطلع عمرك تسحبها يتسحبها برجولها كذا وطيح ولا دفها بنفسها وطيح حسبت إلىها يمكن أربعين مرة محاولة وآخر مرة طلع عمرك سبحان الله مرة نجعت طلعت الحبة وطلعت النملة والله يا أخواني أنها شيء يعني ما أقولها كذا لكنها بكت لي في صنع الله وخلق الآن يا طهي العمار الحلال عنده مثلا عنده خمسمائة ولا ستمائة يا أخي هذه الأسرار والله يا جماعة شو تصرف لأننا ننجحت البهام البهام بحينا طعمه إذا فقيتهم على ماتهم طعمه ركت مثلا ترى ما أخلوه ما هي واحد يضيع أمه والله طعمه ركتحصل طعمه ركت لين يا قه وحتى إذا جاء عنده واحده غوي ترى ما تقبله ما تقبله أمه وهذه طعمرك من هداية الله سبحانه وتعالى فأنا أقول يا طهي العمار أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبنا وأن الكرم يا طهي العمار الكرم الشي طعمرك يكفيك أنه يقالوا فلان كري وأن الله سبحانه وتعالى سمى اسمه الكري كم شفنا طعم لكم المطاليق ومشاروأكم في مجتمعنا في القرى ولا في البادية طعمهم أفقروا والله أنهم يذبحوا ويجملون ويتشوف طعمرك سبحان الله ما عنده شيء لكن محب للكرم ويشوف طالع عمرك بحيانا نحن ما ندم أحد ولا هذا ولكن هي توفيق من الله سبحانه وتعالى ولكن خير الأمور أسلطها لأن الدين الإسلامي يطور عمرك وسط ونقول طالع عمرك من اللي يجاد والله يجود عليهم واللي يطلع عمرك مثلا لحقهم بعض الملام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا جميعا لما يرضي الله سبحانه وتعالى آمين آمين وحنا نشهد أنك كريم ونكم الرجال حجرك رمى عزي الله وجه عزي الله وجه الحقيقة أنا أدري أنه كانت تودك أني أعطيك الكلام من أول